صادق والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناعص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساخر كلاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل أما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزان كلبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتان وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزان إن كل إلا كذب الرسل فحق عظام وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحسام اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد ذا الأيد إنه أواب إنا سخفرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والضير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوما حسام وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما داطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الليح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حسام وإن له عندنا لزلفا وحسن مآم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركم برجلك هذا مغتسل بارد وشغام ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسعوذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبوام متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرام وعندهم قاصرات الطرف يترام هذا ما توعدون ليوم الحسام هذا ما توعدون ليوم الحسام إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب كهنم يصلونها فبئس المهان هذا فليذوقوه حميم ورساق وآخر من شكله أزواجه هذا فوج مقتحم معكم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس الخرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فسدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إن يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من رطين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الظنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق يقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين